اعرف على مواعيد الدراسة في رمضان الفان واثنان وعشرون مواعيد الدراسة في رمضان الفان واثنان وعشرون اكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفناء ان اليوم الدراسي في شهر رمضان المبارك سوف يكون كاملا بلا تغيير موضحا انه لا حاجة لتغيير سير الدراسة اليومي بالمدارس نظرا لانا ان موعد الافطار بعد انتهاء اليوم الدراسي بفترة مناسبة مواعيد الدراسة في رمضان الفان واثنان وعشرون ويبدأ اليوم الدراسي فرمضان فثامنة صباحا وينتهى فتمام الساعة الثانية ظهرا بالمدارس التي يتعمل بنظام الفترة الواحدة بينما يمتد اليوم الدراسي حتى الخامسة فالمدارس التي يتعمل بنظام الفترتين يتضمن شهر رمضان المبارك 1443 هجريا اكثر من عشرة اجازات رسمية طوال الشهر ما بين العطلات الرسمية والاسبوعية للموظفين حتى يستقبل المواطنون اجازة العيد الصغير علما انه يتم ترحيل موعد الاجازة الرسمية حتى نهاية الاسبوع البداية ووفق توقعات المعهد القومي للبحوث الفلاكية للاستطلاع على هلال شهر رمضان الفان واثنان وعشرون يرجح ان يصادف بداية شهر رمضان المبارك يوم السبت الثاني من ابريل المقبل حيث يتم الاعلان الرسمي لبداية شهر رمضان من خلال دار الافتاء بناء على تقرير اللجنة الشرعية التي تحدد عن طريق استطلاع هلال الشهور الهجرية من خلال المراصد الموجودة في جميع الامل العطلات الرسمية وتشمل الاجازات في شهر رمضان المبارك اجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء التي توافق يوم الاثنين الخامس والعشرين من ابريل الموافق الرابع والعشرين من رمضان الفان واثنان وعشرون ثم إجازة رسمية بمناسبة عيد شمي النسيمي الذي يوافق الاثنين الخامس والعشرين من أبريل الموافق الرابع والعشرين من رمضان 2022 وأخيرا إجازة رسمية بمناسبة عيد العمالي الذي يوافق يوم الأحد الأول من مايو الموافق الثلاثين من رمضان 2022 يأتي كل هذا بجانب الإجازات الرسمية الأسبوعية التي تم تأخرها من منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس نهاية الأسبوع لتصبح العطلات في أيام الخميس والجمعة والسبت في القطاع الخاص والعام أجازة الفطر المبارك ويوجد أيضا حوالي أربعة أيام جمعة خلال شهر رمضان توافق يوم الثامن من أبريل ألفان واثنان وعشرون الموافق السابع من رمضان يوم الخامس عشر من أبريل ألفان واثنان وعشرون الموافق الرابع عشر من رمضان ألف وأربعمائة وثلاثة وأربع يوم الثنان وعشرون الموافق الحادي والعشرين من رمضان ويوم التاسع والعشرين من أبريل ألفان واثنان وعشرون الموافق الثامن والعشرين من رمضان ألف وأربعمائة وثلاثة وأربع جدير بالذكر أن الفصل الدراسي الثاني ألفان وواحد وعشرون على ألفين واثنين وعشرين قد انطلق يوم التاسع عشر من فبراير الماضي في ستون ألف مدرسة علي مستوي الجمهورية تضم 25.3 مليون طالب وطالبة وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من تداعية جائحة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المعروف باسم كوفيد-19 وتحورتها ترجمة نانسي قنقر